توتر بين الرئيس الإيراني روحاني والحرس الثوري يخرج إلى العلن تقرير لصحيفة ديلي التليغراف البريطانية صلتت فيه الضوء على التوتر المتصاعد الذي يدور في طهران بين الرئيس والكيان العسكري الموازل السلطان فما سببه؟ يشير التقرير البريطاني إلى أن مكتب الرحاني وجه موجة من الانتقادات اللاذعة لخصومه المتشددين في الحرس الثوري واتهامه لهم بالخداع فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 راكبا ويضيف تقرير الصحيفة بأنه بدى واضحا أن الرحاني يوجه جامل غضب الشعبي باتجاه أعدائه في الحرس الثوري إلى جانب ذلك فقد كشف عن تسجيل مسرب لأحد قادة الحرس الثوري يشكو من أن حكومة روحاني تركتهم عرضة للغضب الشعبي بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية التوتر بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري قديم جديد يراه معارضون إيرانيون بأنه يحدث ضمن محددات نظام ولاية الفقه ولطالما انتقد متشددون في الحرس القديم سياسات الرحاني وتقييد أجندته السياسية داخليا وخارجيا خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النوبي والآن زادت حادثة إسقاط الطائرة الإيرانية من هوة الخلاف بين الرحاني والحرس وفق محللين إيرانيين وغربيين